في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك تقوم الدولة بضخ كميات إضافية من اللحوم بالمجازر بهدفي توفيرها بأسعار مناسبة يأتي هذا في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية استعدادا لشهر رمضان الكريم استقبل مجزر البساتين أطنانا من اللحوم السودانية وذلك تمهيدا لضخها بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية بما يتجاوز الألف وثلاثمائة منفذا على مستوى الجمهورية الشركة بتستعد لخدوم شهر رمضان بكميات من اللحوم السوداني بكميات تكفي المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بنزل على مستوى الجمهورية في 1350 منفذ المجزر الآلي بالبساتين يستقبل اللحوم من خلال لجنة بيطرية لأعادة الكشف عليها والتأكد من سلامتها وذلك بعد ذبحها عند دخولها الحدود المصرية بعد التأكيد على سلامتها من أي أمراض ليتم من أقلها للمجزر الآلي عن طريق سيارات مجهزة نحن نضخينا كميات كبيرة جدا استعدادا لشهر رمضان المعظم طبعا نحن نضخ كل يوم دلوقتي 20 طن على دخول شهر رمضان بإذن الله هيبقى 35 طن كل يوم بحيث نحن نغطي كل مجمعات جمهورية مصر العربية بإذن الله والمستهلك بياخد الكمية اللي هو عايزها دون أدنى تحديد لأي كميات إن شاء الله بتكشف عليها كشف من الدكترة بطريين كشف دقيق ويتحمل في مبردات وبالجنة البسرين هنا توزع على جميع الشركات الوزارة التموين الشركة العامة للجملة والشركة المصرية للجملة والشركة الأوروان المجمعات الشركة المجمعات وشركة تكندرية المجمعات يوميا من 250 عجل يوميا جهود مستمرة لأجهزات الدولة تنفيذا للتوجهات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري